اشتركوا في القناة وعبرت له أن في زيارة الوفد البرلماني التونسي إلى الشقيقة جزائر وهي أول زيارة يقوم بها وفد برلماني إلى خارج أرض تونس واخترنا الشقيقة الجزائر لما في ذلك من رمزية واعتبار للمتنت العلاقة التي تربط تونس بالشقيقة الجزائر فزيادة على الماضي المشترك والحاضر فأملنا في بناء المستقبل والحمد لله وأن هناك تناغم بين القيادتين في كل من الجزائر وتونس حول الرؤاء المشتركة ويهمنا أكثر أن تبنى علاقات أفقية بين الشعبين على جميع المستويات سواء المستوى الأكاديمي أو الثقافي أو الاجتماعي وكذلك الاقتصادي وبالتالي فإن ما تفضل به فخامة الرئيس عبد المجيد تبون من تحليل للواقع الذي نمر به ومن نظرة استشرافية لمستقبل العلاقات الذي يجب أن تكون بين بلدينا يجعلنا نطمئن على الحاضر ونطمئن على أبنائنا الأجيال في المستقبل لكي يكون هناك وطن سليم معافة ويعيشون فيه في كنف يعني الحياة التي كلها أمال وطمنة لواقعهم ولحاضرهم ومستقبلهم وشكرا لكم وأختم قولي بتحية العلاقات الجزائرية التونسية اشتركوا في القناة